إنه السحر ظهوره مع ظهور الإنسان مع بداية الإنسان حتى هنا مثلا في القرآن على سبيل المثال ارتبط بالحضرات القديمة السحر يعني في قصة سيدنا سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة هاروط ومروط وما يعلمان به من أحدا إلا يقول إنما نحن فتنة فلا تقفل فبالتالي هتلاقي إنه دي من الحضرات القديمة جدا جدا وحتى فيه نزاع تاريخي كبير جدا ما بين أيهم أقدم الحضرات العراقية أما الحضرات المصرية مش هناخد ده لكن هن يعني اللي احنا هنقوله إنه خلاص أصبح إن السحر موجود من وجود الإنسان ومرتبط بوجود الإنسان هو السؤال بقى ليه السحر توجد آه ليه ليه سحر توجد الإنسان طول الوقت يعني الغيب يسبب للإنسان هاجس آه إنه ما يعرفش آه فهو الإنسان طول الوقت بيخاف من بكرة وبيخاف من يعني كل ما خف يعني يعني الإنسان مش قادر يوصله أو يعني يخفى عليه هو بيحاول يدور في أسرار ويغوص في عراضي خبايا بتاعة العالم دائرة خبايا فبالتالي هو بدأ السحر ارتبط بإنه يعرف الغيب تمام عايز يعرف بكرة تطلع وانتقل بقى إن أنا أصخر السحر ده إلى إن أنا أستخدمه لي إنه يجلب لي قوة يجلب لي سعادة أدى من أدوات الشر يعني فبالتالي آآ أصبح وجوده مرتبط بالإنسان فآآ ده تاريخ يعني تاريخ السحر تاريخ طويل جدا حتى إحنا ما بصينا التاريخ ده تطور يعني كان السحر له شكل وبع كده بقى له شكل وبع كده له شكل هو السحر أعتقد إنه لا يتطور هو بنفس شكله منذ ده هو بنفس شكله ولكن تتغير يعني السحر في حاجة عجيبة جدا هو مش مرتبط بلغة ولا مرتبط بجنس نكتلس أسأل حالتك على قصة اللغة دي نعم هو دي الحاجة الغريبة اللي فيه يعني لغة السحر دي لغة ملاش تطور حتى لا هي بتتطور تماما هي بتتطور وتناسب كل عصر حتى التلاصم اللي موجودة في السحر كل عصر وليه تلاصم وليه ولكن يعني التلاصم دي برضو فيه يعني أسسه فيه حاجات علشان التلاصم دي والصحرا عارفنهم يعني يعني عارفن الكلام ده فبالتالي السحر علم كبير جدا جدا الغوص فيه يعني أعتقد ان هو من الأمور الصعبة جدا جدا السحر هو يعني أنا بعتقد ان هو نقطة اللعودة لأي إنسان يعني أي إنسان بيمتهن السحر أو يخش علم السحر هو ده نقطة اللعودة خلاص ده نحن متاسد الأوامر والعوالم الأخرى اللي أنا أعتقد ان هي موجودة ولا يعني وأعتقد الناس كثير برضو زي بيؤمنوا إن هناك عوالم أخرى وإن هناك يعني عالم خافي وعالم صفلي موجود وتأثيراته موجودة جدا يعني حتى إحنا مثلا مع فتح مقبرة توت عان خامون وهي يعني النظرية الأكبر لأصحاب إن السحر بيأثر ومستمرة على مدار سنين طويلة جدا فمقبرة توت عان خامون هي من المقابر الغريبة جدا لإن هي كانت مقبرة مختومة مختومة يعني إيه بقى؟ مختومة يعني عليها الختمة بتاعها مقبرة ما تفتحتش ما حاولش أي شخص على مدار التاريخ كله إن يقرب أو يوصل لمقبرة توت عان خامون تمام فأول مجموعة فتحتها اللي هي مجموعة اللورد كارنرفون اللي هو كان يعني الراعي الرسمي أو الراعي الرئيسي لعملية الإكتشاف اللي هو أم بي كارتر فكارنرفون لما بدأ ويفتحوا المقبرة هم دخلوا كلهم وطبعا يعني كانت هناك تحذيرات من إني مينفعش إننا نخش المقبرة مباشرة ولكن هم يعني كان عندهم جرأة وجسارة على الحضارة الفرعونية فدخلوا وكل اللي دخلوا المقبرة في الوهلة الأولى حصلت لهم حوادث مرعيبة جدا 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 كان أول واحد كان اللورد كارنرفون هو اللي كان داخل أول واحدة وبعدها ماكملش سنة المقبرة كتوشفة في 1922 في 1923 مات ومات بواقعة غريبة جدا يعني أنت تستغرب لها أن هو أرصيته نموسى بس بس فأرصيته نموسى فتاني يوم بيحلق دام فجرح الأرصة فالأرصة تحولت إنها حصلوا تسمم في الدم مجرد كده بس أه فكان في لقصة يا ده اللي هي لعنة الفرعنة اللي هي يطلق عليها هي لعنة الفرعنة أعتقد إن من أكتر الناس مش أعتقد ده مؤكد يعني تبقى للقرآن إن من أكتر الناس اللي كانت السحر منتشروا في أوساتهم الفرعنة قصة فرعنة فبالتالي هي الأمور ما فيهاش أعتقاد وما فيهاش تصورات هي معبودة وهم كانوا بيستخدموها وكانوا بيستخدموها لحماية المقابر وأعتقد إن جزء كبير جدا من اللعنة اللي أصابت لإني مش بس لأصابة الورد كارنرفون لا ده أصابت أخوه أصابت ناس كتير جدا وكل اللي دخل المقبرة كل اللي دخل المقبرة تصاب باللعنة تصاب باللعنة يعني أخوه ميت مسموء يعني برضو يعني فيما معناه إنه المقبرة كان فيها عمل سحر معين أو لعنة سحرية معينة حراس أنا أعتقد إن كان عليها حراس من المسخر لها حراس من الجن إنها تحميها طبعا برضو يعني على الجانب الأخر فيه ناس بتشكك في ده يعني وقالوا إن اللي اخترع عن القصة دي الصحافة في الوقت ده علشان قالك إنه ده ما فيش حاجة أسمع على علعنة الفرعنة أصلا وفيه ناس أنصار المدرسة دي ولكن أنا يعني فيه حوادث كتير لا تفصل طب لعنة الفرعنة دي لها تطبيق تاني أو مثال تاني غير مقبرة تتعام خامنة؟ لا فيها حاجات كتير جدا مرتبطة بالفرعنة يعني التمائم والحضارة الفرانية أصلاً كلها قيمة على الرموز والتلاصم والسمو والصعود للروح وكتابه وكتابه وكتاب الخروج للموتى اللي هو الشهير فأنت بتتكلم على أن موجود ومرتبط وأصاب ناس كتير وفي ناس بطيق برضو أنا لو هتدور على تفسيرات أخرى هلقلها تفسيرات أيضاً يعني حتى بعيداً على أن تفرعاً أنا أنا ممكن أقول إنه والله المقدرة دي كانت مقفولة بقالها سنون طويلة جداً جداً ففي غازات بقى وتحولات في الجسد والأكل اللي موجوده وعمل غازات سمة فممكن الناس دي تكونوا تصابد بمرض معين مجراء الفتح مثلاً بعد ألاف السنين اه فيه بيقول انه كتر الغلق ده بيولد غزات سمة او بيعمل بس انها احنا قدام مدالس كتير جدا جدا صحيح وده خلي بالك برضو يعني احنا اللي بصينا ده اللي بيعمل عامل الجز والإصارة مهم مزموط اه ده طب ممكن تكون لعنة الفرع لا لا طب مش لعنة الفرع اه طب ممكن يكون فيه جن أو فيه عفريت أو فيه لا مفيش ولا مفيش حاجة كم من الكلام ده وأكيد يعني فكل ده بيخلق حالة من الجدل وعلى الجانب الآخر بيخلق هيبة وخوف وفزع من الجانب الآخر يعني فالسحر موجود طول من البداية يا خلال انت تتحدث عن عالم غيبي وعالم خفي صحيح والإنسان دايما زي ما قلت لك من الغيبي والخفي بيخليه يعني دايما متشوق يعرف ما وراء الحدث صح